السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد طبعا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن اللاعب نادي ماشيستر سيتي الإنجليزي جابريل جيسوس وعين انتقاله إلى أرسونال اليوم طبعا ما جاء في التفاصيل قبل البداية في التفاصيل أكثر أتمنى منك لا تنسى الاشتراك وغالك فيديو سيكاكو الجديد ونبدأ على وقتلان طبعا أرسونال بعد رحيل بعد رحيل لكازيت وأوبام يونغ طبعا النادي يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر مهاجم كبير فكان الاختيار عن النجم البرازيلي ونجم نادي ماشيستر سيتي الإنجليزي جابريل جيسوس ليكون معوضا لكازيت وأوبام يونغ طبعا أرسونال مع بداية الملكة حاول التعاقد معه واليوم ينجح بالتعاقد معه رسميا حيث جاء نجح النادي أرسونال في إنهاء صفقة ضمن مهاجم البرازيلي جابريل جيسوس لاعب ماشيستر سيتي الإنجليزي خلال المركز الصيفي الجاري وقالت شبكات سكاي سبورت أن أرسونال وافق على هدف مبلغ 45 مليون يورو لإنهاء الصفقة ويستوقع اللاعب عقدا يمتد حتى عام 2027 مع أرسونال طبعا رسميا الصفقة تتيم كذلك الصحف الإيطالي شهير فابي الرومان أكد الخبر وأكد أن أرسونال تعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس قادما من نادم ماشيستر سيتيم طبعا وجابريل جيسوس سوف يكون أغلى راتبا في نادي أرسونال وأعلى راتب في نادي أرسونال في الموسم المقبل طبعا لاعب صاحب 25 سنة في إمكانه أن يقدم أرسونال كثير والكثير وأنه معتد على الدوري الإنجليزي الممتاز في إمكانه أن يكون لاعب سوفير لاعب نجح مع أرسونال ومع كتيبة المدرب الإسباني هذا هو كل شامدينة وسنسل الاشتراك وإلى اللقاء